عزيزي المشاهدين صباح الخير عليكم ازايكم وعملين ايه؟ لو قلتلي انت نفسك فيه بصراحة هقولك ايه نفسي يبقى عندي هنا في مصر وابني انا اول مصنع لتصنيع الموبايلات في الشرق الاوسط في خال كده معي كده موبايل ميدين ايجيب او صنوعة في مصر من ايه تزد مصري مية في المية؟ لا ومش بس كده كمان وينافس اقوى موبايلات في العالم بصراحة لما بشوف الموبايلات في الصين والشركات اللي بتطلع يوم عن يوم بقول لي لا طول عمرنا كده وطول عمرنا اقوية ومصر طول عمرنا وطول عمرها ليها مكانة في وسط العالم دوت ان شاء الله باذن الله يتحقق الحلم ده سواء بي انا او بحضراتكم ان شاء الله باذن الله شركة بلاك فيو النهاردة هنستعرض تليفون رائع من تليفوناتها وهو البي في خمس تلاف ومتين برو او فيفتي تو هندرد برو التليفون دوت تليفون جاي بمواصفات قوية جدا وكنت استعرضت من حلقتين بالزبط تليفون شبيه ليه اسمه البي في تسعة تلاف ومتين النهاردة هنستعرض التليفون دوت وهنشوف مميزاته وسلبياته ونشوف ايجابياته وهنشوف اضراره وعيوبه ايه هلأ اخره من الاماكن اللي بيبقى فيها اعمال شقة جدا هنستعرض مع بعضين التليفون ده ان شاء الله عشان كده اشوف الحلقة ده هات اخره وكمان عشان تعرف سعر التليفون الرائع اللي جاي بيه التليفون دوت في اخر الحلقة ان شاء الله اقوله لكم وتعرفو معايا يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهاردة من شركة بلاك فيو هو بلاك فيو البي في خمس تلاف ومتين او فيفتي تو هندرد برو يلا بينا اعزائي المشاهدين في كل مكان ازايكم اخباركم ايه ربط وبخير اهلا بيكم في حلقة جديدة من الحلقة فاندر تكنوجيا معلومات ومعاكم اخوكم اشوف كنت اعرضت قبل كده اه تليفون من تليفونات شركة بلاك فيو وعرفت كده تعريف بالشركة لو تحبوا ترجعوا للحلقة تقريبا اللي في الاسبوع اللي فات والحلقة دي كنا عرضنا فيها التليفون اللي هو البي في تسعة تلاف ومتين الجديد او اخر حاجة نزل من الشركة دي وكان فعلا تليفون تحفة ويستاهل التجربة النهاردة بنعرض تليفون جديد او هنستعرض تليفون جديد من شركة بلاك فيو برضو اسمه البي في خمس تلف ومتين برو او فيفتي تو هندرد التليفون ده تليفون جاي بمواصفات اه قياسية ورائعة وفي نفس وقت تمن فعلا على قد الايد وعلى قد الجيب على قد ما التليفون دوت اه اه فيه كاميرتين فقط او كاميرا منهم هي الرئيسية والكاميرا التانية بتاعتهم اه مساندة او بتاعت سنسور والرامات بتاعته اه مش كبيرة قوي ولكن يبقى التليفون دوت من التليفونات القوية اللي تستحمل الشغل والعمل الشاق تقدر ترميه تقدر تخبطه تقدر يستحمل الوقوع والخبطات الجامدة في اه على الاسفلت او على الاسمنت زي ما هم بيقولوا بيعملوا الاختبارات وزي ما انتم حضراتكم شايفين في الفيديوهات اللي بنعرضها دلوقتي هنصعد التليفون ده ونشوفه حتى حتى ونشوف سعره الخرافي اللي جاي بيه التليفون ده العالي وعسى ينزل في يوم الايام مصر وحضراتكم تشتروه وتقدروا تستخدموه اه في البيئة اللي انتم تشتغلوا فيها وفي حياتكم معمتا هنستعرض ما بعدين التليفون ده حتى حتى وهنشوف ايجابياته وسلبياته وازا كان ينسب حضراتكم بس قبل ما بتاني نستعرض مش هنسى زي كل مرة واصح لكم ما تنسوهاش سبسكرايب اللايك نشير في كل مكان الكومنتس وهنرضع حرككم على طول زر الجرس وصمحتم فعلوها عشان يجيلكم كل جديد سندوق الوصفة اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركة جميع لو سمحتم خشوا اه شوفوا لو في حاجة عجبتكم مشتروها دعما للقناة يلا ما بعدين استعرض التليفون الرائع اللي جاي من شركة بلاك فيو هو بلاك فيو بي في اه خمس تاريف ومتين برو او ففتي تو هندرت يلا بنا التليفون ده كان اه اعلنوا عنه في ديسمبر عشين اتنين وعشرين وتحديدا خمسة ديسمبر عشين اتنين وعشرين ابتدأ يطرح للبيع في شرق اسيا وزي ما انا قلت قبل كده هم بيبيعوا بعض الدول في شمال افريقيا وتركيا تحديدا وبعض الدول في اوروبا ودبي طبعا والسعودية ابتدأ يطرح للبيع في شرق اسيا وباقي ابتدأ يطرح للبيع في دبي وفي تركيا والجزائر هنا في مصر الله اعلم هيجوها لا بس ده حصل طبعا طلب التجار معهم ابعاد التليفون ده مية واستين فاصل ستة في سبعة وسبعين فاصلة تسعة في تلتاشر فاصلة سبعة ملي متر الوزن المقدر للتليفون ده هو ممتين تمانية واستين جرام وطبعا هو تقيل نتيجا ان هو موجود في قلب طبقات حماية قوية او كفر زي ما نقول كده كفر او الجسم بتاعه عبارة عن كفر اللي هو بيشمل المطاط وي الصلب عشان يستحمل الصدمات وي الخبطات والوقوع اه بقوة او الاستخدام العنيف زي ما بيقوله يعني بيستحمل طبعا ان انت تركب له اه او مهيئة ان انت تركب له شريحتين من النوع النانو مدعم بمعايير الاي بي سكستي ايت والاي بي سكست ناين كي المضادة طبعا للاسمنت وليه الاتريبة وللوقوع والصدمات على اه اسفلت ويه الاعمال الشقة وطبعا في الفيديو طبعا مبين اه ليه تجارب كتيرة جدا والفيديو برضو اللي فات بتاع التليفون اللي قبله اللي هو تسعة تلاف ومتين انا بينت برضو اه ازاي بيستخدموه في الموضوع بتاعهم ده اه التليفون طبعا اه مهيئ ان هو يقدر اه يمتص الصدمات ويستحمل الصدمات اما بالنسبة للشاشة بتاعته فالشاشة بتاعته اه محمية اه كورنين جوريلا جلاس من النوع التالت الشاشة من النوع الاي بي اس ال سي دي ستتاشة مليون لون النتس بيوصل لتمنمائة وخمسين نتس اه بالنسبة بيدعم الاتش دي ار و اه التراضي بتاعها اه تسعين هيرتز مش ستين تليفون دوت الابعاد بتاعته ستة فاصلة واحد انش بقوة استحواز اتنين وسبعين فاصلة ستة في المية وطبعا دي بسيطة جدا نتيجة ليه القوايم وليه النوتش اللي موجودة طبعا في الجوانب الكامل عشان تحمي التليفون في نفس الوقت الشاشة ديت هيبقى سوى مية وعشرين في الف وخمسونية وستين بيكسل سبكت ريشو بي تسعتاشر لخمسة وتسعة والبيكسيلات متين اتنين وتمانين بيكسل لكل انش هنيجي بالنسبة ليه السيستم او بلادفورن بتاعت تليفون ده هو مصمم او هيجي باندرويد اتناشر وطبعا هيبقى يتميله او الجريد لترتاشر بالوجهة اللي اسمها الدوك الاو اس تلاتة فاصلة زيرو البرسيسور بتاعه من نوع او من شركة ميديا تيك من نوع الهيليو الجي خمسة وتلاتين المعتمدة بتاعته اتناشر نانوميتر زي ما انتوا عارفين ده اوكتا كور الاربع انوية الاقوية او الكاستم بقوة اتنين فاصلة تلاتة جيجارس كورتكس اي تلاتة وخمسين ده المسمى بتاعها والاربع انوية الموفرة للطاقة بقوة واحدة تلاتة وخمسين الجي بيو واحدة اترسميات من نوع او VRGE 8300 التليفون دوت بياخد كوروت ميمو لغاية واحد طيرة قوة تخزينة عالية جدا يقدر استحملها ولكن زاكرة الداخلية بتاعته اربعة وستين جيجا بايت دي قليلة طبعا من النوع او 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 اس اتنين فاصلة اتنين والرامات بتاعته اربعة جيجا بايت مدعاما يقدر تاخد اربعة جيجا بايت كمان من نوع الهيالفيرو بتاعتها نيجي بالنسبة للدار الدارة طبعا معمولة بالشياكة جدا غوية مواد دخلة بعض ما بين المطاط والصلبة عشان تستحمل الصدمات والوقوع بيتخلوه في المنتصف شكل معين كده طويل فيه تلات دوائر دائرتين اللي فوق طبعا تلات دوائر بشكل طولي الدايرتين اللي فوق اللي هم فيها الكاميرتين والدايرة التالتة اللي فيها الفلاشة اه الدايرة اللي فوق ده ده الفيجا او العدسة الفيجا اللي هي السنسور اللي بتقوم بالسنسور دي دبس او عزل اما الكاميرا اللي في المنتصف او التانية بقوة تلاتاشر ميجا بيكسل فاتت عدسة واحد فاصلة تسعة بالدعم اما الدايرة التالتة اللي تحت خالص دي ال اي دي فلاش بالدعم تصوير اتش دي ار وي البانوراما وتصوير الفيديو بيوصل لالف وتمانين اه بيكسل اه بفريم تلاتين فريم بير ساكن اما بالنسبة للسيلفي فالتليفون او الكاميرا السيلفي فبالنسبة للعدسة او الكاميرا في المنتصف الاعلى شكل اه ووتر دروب نوتش بس اه محدبة شوية او يعني اه زواياها اه لفة شوية اه وفي المنتصف في الاعلى دي بقوة تمانية ميجا بيكسل فاتت عدسة اتنين فاصلة واحد ويه بالدعم بي دي اف ويه تصوير الفيديو بيوصل لالف وتمانين بيكسل بفريم تلاتين فريم بير ساكن نيجي بالنسبة للصوتيات فالسماعة من الاسفل وهي مونو والاسف ما فيش مكان لتركيب الجاك تلاتة فاصلة خمسة ميلي متر وحادات الكمونيكيشن طبعا رائعة جدا الواي فاي دول باند البلوتوث طبعا مش بيحدة اصحاجة بس خمسة فاصلة زيرو الجي بي اس دول باند الينف سي موجود الريديو موجود وفي تسجيل كمان واليو اس بي من نوع الطايب سي اتنين فاصلة زيرو وبيدعم الوتو جي بالنسبة ليه السنسورز اه في كل السنسورز ما عادة بصمة لانه ما فيهوش بصمة ولكن تقدر تحطول الباسورد بتاعته او الكود لو انت عايز تعمله لقود عشان تعمله نظام حماية بالنسبة ليه البطارية بتاعته في من نوع الليثيوم خمسة تلاف مية وتمانين ميلي امبير بشاحن سريع عشرة واط وريفيرس بس ويرد او اه عن طريق الكابل برضو اه عشرة واط التليفون ده بينزل منه تلات الوان الوان مدعمة او خطوط مدعمة للاسود بتبقى لاما بلاك لاما اورنج لاما جرين زي ما انتم شايفينه في الصور اما بالنسبة لسعر التليفون ده فهو السعر المقدر ليه ميت يورو يعني تقريبا بالمصري وقت تصوير الحلقة بنتكلم في تلات تلاف وخمسمائة جنيه او تلات تلاف وستمائة جنيه طبعا سعر قليل على الامكانات الضخمة اللي موجودة في التليفون ده لغاية تانا احنا وصلنا لنهاية الحلقة يا رب تكون المعلومات افادت حضراتكم مرحب جدا في اي وقت استفسار وانا تحت امركم طبعا في اي وقت وهجاوب على طول وقت الارسال تماما اه مش هنسى اذا كل مرة اواصلها لكم ما تنسوا ناشى سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنت سواروض اغادكم على طول زر الجرس او سمحتم فعلوش هجيلكم كل جديد اه سندوق الوصفة اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا خشوا خدوا فكرة ولاقوا عجبتكم حاجة اشتروها دعما للقناة شكرا جدا للحسن استماحة واسلام عليكم